السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إخواتي في الله في فيديو جديد قبل أن نبدأ الفيديو لا تبخلوا عليه بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ستصلك كل جديد على قناتي أصدقاء الكرام اليوم سوف أشارك معكم شرح جديد حول طريقة إنشاء حساب في بنك باير وتفعيل الحساب كل ما عليك صديقي الكريم التوجه إلى باير بوان كوم أي الرابط الخاص بهم كما تشاهدون باير بوان كوم ثم صديقي الكريم تنقل على كريت الكون هنا بعد ذلك تقوم بإدخال الإيميل الخاص بك هنا تقوم بإدخال الإيميل ثم تقوم بكتابة هذا الكود بعد ذلك تقوم بالنقل على كريت أكونت ثم سوف يسلوك الكود على الإيميل نقوم بالدخول إلى الرسالة التي وصلتنا على الإيميل نقوم بأخذ هذا الكود ثم نقوم بإضافته هنا ثم ننقل على كريت أكونت الآن هنا يقول لك قم بكتابة باسورد هنا قوي ثم تقوم بإعادة كلمة مرور قوية هنا نفس كلمة المرور الأولى التي قمت بكتابتها تقوم بإعادته هنا يجب أن تكون كلمة المرور التي قمت بكتابتها تحتوي على حرف كبير أو حروف كبيرة وحروف صغيرة هنا يعطيك يقول لك بعد كتابة كلمة المرور وإعادتها كما تشاهدون يجب أن تكون كلمة المرور قوية متكونة من حروف صغيرة وكبيرة هنا الرقم هذا الرقم المتكون من 6 أرقام تحتفظ به لأنك سوف تستعمله في العملية التحويل وربما يطلبونه منك في بعض الحالات تحتاج هذا الرقم المتكون من 6 أرقام تقوم بالاحتفاف به بالنسبة لهنا name account هو اسم الحساب الخاص بك الذي تقوم بإعطائه لأي شخص حتى يتم إرسال لك الأموال هذا معرض في الحساب الخاص بك بعد إكمالك للبيانات تقوم بالنقل على next كما تشاهدون يقولون لي هنا كلمة المرور يجب أن تكون قوية كما تشاهدون تمت الموافقة على كلمة المرور الآن تقوم بكتابة اسمك هنا الاسم اللقب last name أنا لدي حساب لفلك أقوم بإدخال المعلومات عشوائية هنا عفوا هنا تقوم بإدخال البلد الخاص بك أنا من تونس أتركها تونس فما أنقل على done كما تشاهدون تم إنشاء الحساب بنجاح وبدون أي مشاكل أصبح لدينا حساب في بنك الباير الآن تقوم بتفعيل الحساب الخاص بك كل ما عليك صديقي الكريم أتوجه هنا إلى المعرف الخاص به هذا المعرف ألا بتعطيه أي شخص ليشحن لك حسابك في الباير تنقل على go هنا verification كما تشاهدون تنقل على go هنا no عندما تصبح مفاعل سوف تصبح yes عندما يصبح الحساب مفاعل سوف تصبح yes كما تشاهدون هنا no غير مفاعل تنقل على go هنا تقوم بكتابة تاريخ الميلاد الخاص بك تختار السناء التي ولدت فيها الشهر الذي ولدت فيه وتختار اليوم الذي ولدت فيه كما تشاهدون تختار البلد هنا هنا الادرس تقوم بكتابة الادرس الخاص بك الموجودة على بطاقة الهوية أو الباسبور هنا رقم الهاتف تقوم بإدخال لرقم الهاتف بالنسبة للتيلجرام أتركها فارغة نقوم بإدخال بيانات سوف أقوم بإدخال بيانات عشوائية لأنني لدي حساب بيانات عشوائية فقط حتى أتمكن من كما تشاهدون تيلجرام أتركها فارغة تختار نوع كيف تريد العملة التي تريد بها الحساب الخاص بك أنا سوف أختار الدولار إذا كنت تريد الأورو أو روبل أو أي عملة أخرى يمكنك اختيار العملة كما تشاهدون كما قلت لكم هنا برسونال أتركها برسونال هنا اسمك الكامل اللقب والاسم هنا تاريخ الميلاد هنا البلد هنا العنوان الموجود في بطاقة الهوية الخاص بك عنوان السكان الخاص بك هنا الإيميل هنا رقم الهاتف هنا التيلجرام أتركها فارغة إذا كان لديك تيلجرام يمكنك إضاف تيلجرام هنا تختار العملة التي تريد أن يكون بها الحساب الخاص بك ثم تنقل على Verification كما تشاهدون تمت العملية بنجاح الآن ما عليك فقط أن تقوم بعمل تقوم بعمل صورة للباسبور أو بطاقة الهوية كما تشاء كما تشاء أنت تقوم باختيار تقوم باختيار إما بطاقة الهوية أو الباسبور هنا كما تشاهدون هنا your passport or ID يعني ال ID يعني كلمة عفن عفن ال ID تعني بطاقة الهوية الخاصة بك تقوم بتحميل الصورة الخاصة بالباسبور الخاص بك أو بطاقة الهوية أنصح لكم بالباسبور دائما أنصح لكم بالباسبور تقوم باختيار الصورة للباسبور وتقوم برفعها هنا كما تشاهدون سوف أقوم بإبافة لهم أي صورة أنا فقط للشرح سوف أقوم بإرسال لهم هذه الصورة هنا تقوم بإرفاق لهم البطاقة الهوية أو الباسبور أنا أرسلت لهم الباسبور كما قلت لكم تنقل على الشوز فايل وتقوم برفع لهم الباسبور صورة الباسبور أو البطاقة الهوية هنا يجب عليك أن تقوم بإرسال لهم صورة لإثبات المكان السكن الخاص بك تنقل على الشوز فايل هنا وتقوم بإرسال لهم سوف أقول لكم ماذا أرسلت لهم أنا أرسلت لهم كشف حساب بنكي كشف حساب بنكي من التجاري بنك. أنا لدي حساب في التجاري بنك. لذلك لدي حساب في لدي في التجاري بنك يعطيك يعطونك كلامة مرور واسم الحساب الخاص بك. يمكنك الدخول من الحسوب ويمكنك تحميل تحميل عفوان تحميل كشف حساب بنكي الخاص بك من الحاسوب بدون الذهاب إليهم إلى البنك. إذا كنت لا تتوفر على كلمة المرور الخاص بحسابك البنكي. يمكنك أن تقوم بذهاب إليهم وإخذ كشف حساب بنكي باللغة الفرنسية أو الإنجليزية. وتقوم بالنقل على شراء. تقوم بعد ذلك بعمله سكان في أي مكتب باريد. أو تقوم إذا كانت لديك كاميرا جيدة في الهاتف. يمكنك أن تقوم بالتقاط لهم صورة بالهاتف الخاص بكاء لكشف الحساب وتقوم بالنقل على شروز وتختار الصورة وتقوم بإرسالها لهم. تختار صورة كشف الحساب تنقل عليها وتقوم بإرسالها لهم. الطريقة سهلة جدا وليست فيها أي تعقيد. بالنسبة لهذا الخيار أو option field كما تشاهدون option field هنا أيضا. ليست مهمة. إذا كانت لديك معلومات إضافية يمكنك الشيء المهم أنك ترفع باسبر أو البطاقة لهوية من هنا وترفق كما قلت لكم وفيقة تفبت ملكية تفبت عفوا الأدرس التي تعيش تعيش فيها تقوم كما قلت لكم تقوم بإرسال لهم إما كشف حساب بنكي أو تقوم بإرسال لهم فاتورة كهرباء كما تشاهدون هنا يقول لك المعلومات على بطاقة على نقوم بترجمتها كما تشاهدون ندخل إلى الترجمة أنا أجد اللغة الأنجليزية لكن هناك أشخاص لا يفهمون اللغة الأنجليزية لذلك سوف أقوم بترجمتها لهم يقول لك هنا يقول لك تقوم بإرسال لهم الوفاء باللغة الإقامة باللغة الأنجليزية كما تشاهدون كشف حساب مصرفي أو فاتورة خدمة المهم تقوم تقوم بإرسال لهم فاتورة مثلا كهرباء أو فاتورة فاتورة أنترنت خاصة بك المهم تقوم بإرسال لهم شيء يفبت العنوان الخاصة بك باللغة الفرنسية حتى باللغة الفرنسية ليست هناك أي مشكل أنا قمت بإرسالها لهم باللغة الفرنسية كما تشاهدون هنا يقول لك أجب أن تكون الصورة جيدة أيضا المهم كما قلت لكم تقوم بإرسال لهم كشف حساب أو فاتورة كهرباء أو شهادة إقامة كنت تستطيع أن تحصل على شهادة إقامة خاصة بك المهم شيء تفبت به المكان السكن الخاص بك تقوم بإرسالها لهم هنا بالنسبة لأوبشن فايل هنا يمكنك إذا كانت يمكنك إرسال مثلا هنا الباسبور ويمكنك إرسال معها بطاقة الهوية هنا حتى شيء إضافي حتى تتمكن من حتى تتمكن من إفبات الهوية الخاصة بك يمكنك إرسال فقط الباسبور ويمكنك أيضا إرسال معه بطاقة الهوية هذا اختياري كما تشاهدون عندما نقوم بترجمته يقول لك هنا اختياري يمكنك إرسال من هنا أو لا أيضا هنا يمكنك يمكنك هنا إرسال فاتورة كهرباء أو فاتورة أنترنت ويمكنك هنا إرسال مثلا كشف حساب بنك كشيء اختياري يمكنك إرسال أو يمكنك تلكها فارغة أو املأوها كما تشاهد ليست إجباري هذا الخيار وهذا الخيار ليس إجباري فما تنقل على سيند وسوف يتم التحقق من حسابك في خلال 24 ساعة أنا تم التحقق من حسابي في أقل من ساعتين تم التحقق من حسابي كما قلت لكم أرسلت لهم كشف حساب بنكي والبطاقة والباسبور الخاص بي هذه هي طريقة إنشاء الحساب في الشرح القادم إن شاء الله سوف نتعرض على الكثير من الأشياء الأخرى على بنك الباير إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تبخلوا عليه بالاشتراك في القناة ولا تلتقي في فيديو قادم إن شاء الله لا تلتقي